موسيقى إلى شرق البلاد حيث تشير آخر التقارير الواردة من منطقة عملية مكافحة الإرهاب في قليم الدنباس إلى تصعيد قام به المسلحون الروس والموالون لروسيا بعد هدوء نسبي المسلحون استخدموا الأسلحة الخفيفة وقصفوا مواقع الجيش الأوكراني في بلدتي أفديفكا ومنجم بودكوفا بقذائف من عيارات محظورة بموجب اتفاق مينسك لا سيما مدافع الهاون والمدافع الرشاشة الثقيلة في اتجاه لوهانسك قصف المسلحون بلدات نوفا أليكساندروفكا وبوباسنا ما أصفر عن إصابة أحد العسكريين الأوكرانيين بجروح وعلى سواحل بحر أزوف قصف المرتزقة الروس بعنف مواقع القوات الأوكرانية في بلدتي بابلابولي وشيروكينا قام جنودنا بالرد على معظم الاستفزازات المسلحة للعدو بنيران كثيفة وبأسلحة لم تحضرها اتفاقات مينسك وإجمالا في اليوم الماضي سجلنا ثمانية عشر انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية وأصيب جنديان أوكرانيين نتيجة للقصف اشتركوا في القناة